بحادثة بولندا دكتور عماد هل تعتقد بأن الروس قلب الطاولة على أوكرانيا بعد أن خرج الرئيس زيلينيسكي وقال بأن هذه الصواريخ التي سقطت على الحدود الأوكرانية البولندية هي صواريخ روسية لا زال التصريح الرسمي وقبل ساعة تقريبا جدد مكتب الرئاسة الأوكراني تأكيده على أنه يثق في القدرات وتشخيص الجيش الأوكراني الذي أكد أن هذه ليست صواريخ أوكرانية حقيقة المسألة لا زالت غامضة من المسبق أن نشير أنها صواريخ أوكرانية أو روسية وإن كانت تصريح الرسمي الأوكراني قبل ساعات أكد قبل ساعة تقريبا أكد أن بكل الأحوال المسؤولية على روسيا لأنها هي التي تحتل وهي التي تقصف بالصواريخ وبالطائرات المسيرة فبالتالي كل من سيدافع عن نفسه ربما سيتعرض لأي شيء من هذا القبيل لكن مع ذلك تؤكد أنها سطلبت رسميا من الجانب البولندي قبول إشراك الخبراء الأوكراني الذين لديهم دلائم للتأكيد أن أوكرانيا ليست هي السبب طيب سأخذ تعليق أيضا من الدكتور عبدالله دكتور عبدالله الإعلام الروسية والخبراء العسكريين في روسيا يقولون بأن هذه الصواريخ السوفيتية تخدم الجيل الأول من منظومة الدفاع الصاروخية S-300 وهذه المنظومة لا تملكها إلا روسيا وأوكرانيا روسيا أوقفت تشغيل هذه المنظومة عام 2008 إذن هذه الصواريخ خرجت من أنظمة الدفاع الجوية الأوكرانية يعني بكل سهولة القوة التدميرية للصاروخ أرض أرض الذي سيشقط في بولندا يعني تختلف عن القوة التدميرية لصاروخ مثلا مضاد منطه يعني الذي يسقط طبعا عندما يسقط صاروخ بعد أن وصل إلى المدى الأقصى له ويسقط في بولندا ستكون قوته التدميرية أقل إذن يعني كشف هذا النوع من السلاح الذي سقط هناك سهل جدا من خلال القوة التدميرية المحيطة بالمكان الذي سقطت به وهؤلاء الخبراء العسكريين يعني من السهل جدا أن يعرفوا ما هي هذه الصواريخ وما نوعها ويعني الأثار الجانبي الذي من خلال الحفرة التي مثلا تركها هذا الصاروخ بشكل سهل جدا عندما تكون شضايا تختلف عن سقوط صاروخ بشكل مباشر ووقع في المنطقة يعني أنا أتوقع أنا أتوقع وهذه طبعا وجهة نظر وليس يعني عن مثلا معلومة يعني وجهة نظر بأن بأن القوة أو الضربة الجوية الكثيفة التي جرت بمئة صاروخ يعني من الطبيعي أن تكون مثلا المضادات الأرضية أو صواريخ المنطقة طبعا قد تصدت لهذه الصواريخ ربما يعني بقايا الصاروخ الذي دمر والذي تدمر سقطافيت لك المنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة